نبدأ بالنسبة للمنزل الله والله العالم بعد ذلك يسمى أماراء البلد الحرام ومسكت بمساعدة الأمام المكتبين في مكة والشيخ أمامها المفتي الشافعين أمامنا أحمد بن زيني دحلان الذي موت في 1304 هجري هذا المسكتب من الدار المتحدة للمنزل على سبيل المنزل على سبيل 297 يقول ما يعني قصة الناس من الطائف وماذا وجدوا من الوهابية ثم قال وعندما الوهابية إلى الطائف لقد قتلوا من المنزل بدون المنزل بمجرد المنزل والعقبات والدارة والمشاكل والرقائب والبنزل والعقائب المنزل محاول الوهابية في قدهم أمامهم. لقد قمت إلى المنزلين وقمت إلى المنزلين الذين كانوا يحبون وقتهم جميعهم. لقد وجدوا مجموعة من الناس الذين يتعلمون القرآن لذلك يقتلوا كل واحد منهم و أي شخص في المنزل. بعد ذلك قمت إلى المنزلين والمسكين بقتل أي شخص و أي شخص قمت إلى المنزلين حتى يتعلمون كل المنزلين هنا. بأكد أن الوهبية ستجدوا المنزلين من المنزلين الذين يتعلمون السيارات والأرض. هذه هي حقاة الوهبية وإذا نريد أن نقوم بسرعة منهم في عاماتهم ستحتاج إلى الكثير لكي تفعل ذلك. نا ستجدوا تتحدث عنها. سيكون يدرد أننا أيضا أكثر بسرعة لنا كيفية الوهبية لا يتمون بمعاً نفس المنزلين او نفس المنزلين لا يتمون لا يتمون بأسرع الله لا يتمون من الصدقات ويقومون أشغلون وتفعلون كل هذه قرارة حيات الإسلامية في نهاية الإسلام حيات الإسلامية تقريبا من تلك الناس و تلك حيات الإسلامية يجب الله نحاولنا من الواهابي و يجب الله نحاول الحقيقة في العالم كما هو الذي يستطيع فعله ما يريده والحمد لله رب العالمين